أهلاً وسهلاً بكم في هذا الفيديو الذي سيأخذنا في رحلة عبر عالم الحيوانات المفترسة حيث سنتعرف على أغرب خمس حيوانات تفترس ضحاياها سنكشف لكم سراً مدهشاً عن كل من هذه الحيوانات القوية والمخيفة وكيف يستخدمون أدواتهم الطبيعية الفريدة للقبض على فرائسهم وتفتيشها وسنسافر معاً عبر البيئات المختلفة والمتنوعة التي تعيش فيها هذه الحيوانات فلنغوص سوياً في عالم الحيوانات المفترسة ونتعرف على هذه الكائنات الرائعة والمثيرة للإعجاب ثعلب أحمر هو نوع من الثعلب ينتشر في مناطق مختلفة حول العالم ويعرف أيضاً باسم الثعلب الأوراسي أو الثعلب الأحمر الأوراسي وإليك بعض المعلومات الخطيرة عن الثعلب الأحمر التكيف الثعلب الأحمر من الحيوانات المعروفة بقدرتها العالية على التكيف والبقاء على قيد الحياة في بيئات متنوعة بما في ذلك الصحاري والغابات والمناطق الحضرية الغذاء يتغذى الثعلب الأحمر على مجموعة متنوعة من الحيوانات والنباتات ومن بين الحيوانات التي يصطادها الثعلب الأحمر القوارض والأرانب والطيور والحشرات كما يتناول الثعلب الأحمر الفواكه والتوت والنباتات الأخرى الحياة الاجتماعية يعيش الفعلب الأحمر غالبا في مجموعات صغيرة تتألف من الأزواج وعائلاتهم ويقومون بإنشاء أو الاستيلاء على جحر واحد للحفاظ على أمانهم والحفاظ على الشبكة الاجتماعية الثيران هي حيوانات قوية وضخمة ويتميز جسمها بعضلات قوية وعظام كبيرة وتستخدم في الزراعة والرياضات الشعبية مثل رياضة المصارعة والثيران الثيران تتميز بشخصية قوية وتمير إلى الدفاع عن نفسها وقد تصبح عدوانية في بعض الحالات ويجب التعامل معها بحذر واحترام تستخدم الثيران في بعض الثقافات كرمز للقوة والقدرة على التحمل ويتم تضمينها في بعض الاحتفالات والمناسبات الهمة من المهم الحفاظ على سلامة الثيران ومعاملتها بلطف واحترام ويجب توفير بيئة مناسبة لها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها ويتم ذلك عن طريق تشجيع ممارسات رعاية الحيوانية الصحية والمسؤولة غضب الفيل هو تصرف عدواني يقوم به الفيل نتيجة لتهديد أو اضطهاد يشعر به وإليك أربع معلومات عن غضب الفيل واحد يعد غضب الفيل من أكثر التصرفات العدوانية الطبيعية خطورة حيث يمكن للفيل أن يتسبب بأذن جسيم لأي شخص أو شيء يقف في طريقه اثنان عندما يغضب الفيل ينفخ خرطومه بقوة ويصدر صوتا عاليا كما يقوم بحركات مفاجئة وهجمات عدوانية وقد تؤدي هذه الحركات إلى خطر الموت ثلاثة يعتبر الفيل حيوانا ذو ذاكرة قوية وفي بعض الأحيان يتذكر الفيل الأشخاص الذين أضروا به في الماضي وقد يغضب عند رؤيتهم مرة أخرى أربع تعتبر الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى غضب الفيل هي الخوف والتهديد والتجاوز على حدوده كما يمكن أن يتأثر بالعوامل البيئية مثل الحرارة الشديدة ونضرة المياه الماعز حيوان أليف وهادئ ولا يهاجم الحيوانات إلا أنه يمكن أن يصبح عدوانيا في بعض الحالات إذا شعر بالتهديد أو الخطر على نفسه أو على مجموعته ومن الأسباب التي يمكن أن تدفع الماعز إلى الدفاع عن نفسه هي الهجوم المفاجئ من قبل حيوان مفترس أو الحرمان من الطعام والماء لفترة طويلة لذلك يجب التعامل مع الماعز بحذر واحترام وتوفير الظروف الملائمة له لتجنب العدوانية والهجمات يجب التعامل مع الماعز بحذر وتجنب الاقتراب منه إذا كان يبدو عدوانيا أو متوترا كما يجب توفير بيئة آمنة ومريحة للماعز وتجنب تعريضه للتهديد أو الخطر وفي حالة الحاجة إلى التعامل مع الماعز مثل العلاج الطبي أو النقي يجب استخدام التقنيات الصحيحة والتعامل معه بحرص وتوفير الحماية الكافية للشخص المتعامل معه يعد طائر النورس من بين أكثر الطيور قدرة على التحليق والطيران في الأجواء العالية حيث يمكنه البقاء في الهواء لفترات طويلة دون الحاج إلى التوقف يعتمد طائر النورس على الأسماك كمصدر رئيسي للغذاء ويستخدم مخالبه الحدة ومنقاره القوية للصيد في المياه العميقة حيث يمكنه الغوص إلى عمق 15 مترا للبحث عن الأسماك يمكن لطائر النورس نقل العديد من الأمراض إلى البشر بما في ذلك السلمونيل والكولير والطعون الدبلي ويتم تحذير الناس بشكل عام من ملامستهم لأي نوع من الطيور البرية تأثير النشاط البشري على طائر النورس يتأثر طائر النورس بشدة بالأنشطة البشرية بما في ذلك تغير المناخ والتلوث والتخريب البيئي وقد يؤدي هذا إلى انخفاض أعداده وتدهور موائله الطبيعية شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو والتعرف على أغرب خمس حيوانات تفترس ضحاياها نأمل أن يكون الفيديو قد أثار إعجابكم وأنه أضاف شيئا منتعا ومفيدا إلى معرفتكم العامة عن الحيوانات نحن نقدر دعمكم وحضوركم ونتطلع إلى مشاركة المزيد من المحتوى الشيق والترفيهي معكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد شكرا لكم مرة أخرى ونتمنى لكم يوما سعيدا